بعد أن عاش الجمهور الافتراضي وعلى رأسه المؤسسات الرسمية وشخص السياسة حالة من الترقب لقرار حظر تطبيق تيليجرام في العراق في الأيام الماضية كانت عودة التطبيق حلاً لأزمة كيفية تمكن تلك المؤسسات من إيصال المعلومة والأخبار الرسمية عبر تطبيق يمثل أهمية قصوى من حيث كثافة الاستخدام في الساحة العراقية لكن أجهزة الأمن المعنية لم تغفل عن ملاحقة ومراقبة عصابات الإجرام والابتزاز الإلكتروني والتي كشفت في جديدها عن تمكن الأمن السبراني العراقي من تفكيك آلية عصابات الابتزاز الإلكتروني بوت على تطبيق تيليجرام يقوم بعمل صور إباحية عبر الذكاء الاصطناعي سنشرح عملياً كيفية عمل هذا التطبيق حصلنا على صورة لأحد المشهورات وهذه سوف تكون ضحيتنا ندخل في البداية إلى تطبيق التليجرام نقوم بإرسال الصورة بأعلى دقة ممكنة وبعد بضع ثواني قام بإرسال النتيجة كما ترى أنه قام بتجريدها بشكل كامل من الذي ترتديه يا إلهي لا يمكننا تفريقها عن الصورة الحقيقية تكمن خطورة هذه التقنية إنها لا تحتاج إلى متطلبات كثيرة فقط صورة للوجه وحتى لو كانت صورة محتشمة ولا يظهر فيها الشاعر أو اليدين أو حتى لو كانت الصورة بحجاب كامل لذلك يرجى من الجميع الانتباه والذي يأتي استكمالا لجهود الأجهزة الأمنية في البلاد ومنها الشرطة المجتمعية وجهاز الأمن الوطني في ملاحقة المبتزين سيما التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي انتشر جديدا في منصات عالمية لما يفتح الباب أمام عصابات تسول لها نفسها باغتيال الشخصية وابتزاز الأفراد والمؤسسات تحذير أمني عاجل بلسان الأمن السبراني لنشر الوعي بين الجمهور العراقي حماية لممارسة صحيحة على تطبيق تيليجرام وعدم تضليلهم على يد مجرمين إلكترونيين